موسيقى موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين الحلقة العاشرة أصرخوا يا أهل العراق سلام الرب يسوء حبايبي مشاهدي قناة الحياة المسيحية انتظارا انتظرت الرب فما لا إلي وسمع صراخي مزمور أربعين عدد واحد إلى متى السكوت إلى متى هذا الدمار إلى متى الخوف لماذا هذا الصمت سلب دمار قتل وابتزاز وخطف وإهانة واختصاب سلب نفوس وأموال وأرواح الناس الأبرياء اللي ماتت في هذا الدمار لماذا هذا السكوت لماذا ليش يا أهل العراق ساكتين ليش ما نتوحد ونصرخ إلى الله مع بعض كشعب واحد غير متفرق لماذا لا تصرخون يا مسيحي العراق اللي داي يصرخ بس المسلوب اللي مرتاح وساكت يقول شعلي أنا أقول لك الدور إجا عليك ليش وقت نظل نخبط وندعو الظلم نور ما جاء الوقت اللي نطلب النور بدل الظلام اللي إحنا عايشين به في أشعياء خمسة عشرين الله يقول لك ويل القائلين للشر خير وللخير شر تجاعلين الظلام نور والنور ظلاما تجاعلين المر حلو والحلو مر ليش وقت هذا السكوت شنو منتظرين لياحد ما يجيكم الدور لازم نميز بين الحلو والمر والظلام والنور لش وقت تصرخون شنو اللي لازم يصير بينه أزيد حتى نصرخ حتى نتوحد شنو تريدون بعد يصير حتى تركعون وصلون إلى الرب مع بعضنا نتوحد ونكون إيد وحدة ضد الظلام ويشرق نور المسيح وين إيمانكم إيمانكم بالرب مكتوب في متة 12 سبعة وثلاثين لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان خلونا نصلي ونرفع كلمات التبرير كلمات توحيد المسيحيين مع بعض نصرخ أصرخوا ضد هذا الشر ما يكفي نخلط بين النور والظلام أكو فرق إلهنا إله أحياء وليس إله أموات أصرخوا يا مسيحي العراق إلهنا غير إله الإسلام الجديد هم عبيد إحنا أولاد هم يركعون بأوقات محددة إحنا كل حياتنا صلاة هم إلههم المهلك والمنتقم إحنا إلهنا إله السلام والمحبة إحنا عدنا عاداتنا وتقاليدنا ممكن نتشابه بالإنسانية بس بالدين إحنا ما نكمل بعضنا البعض هم عدهم دين إحنا عدنا رئيس السلام المسيح يسوع لم يأتي من أجل الدين جاء من أجل خلاص النفوس يكفي نسكت يكفي نجامل واللي يحصد الجيل الجاي أولادنا وأهلنا يكفي ظلام أصحوا يا مسيحيين المسيح جاي إحنا ما نستخدم السلاح إحنا نصرخ للرب إحنا مختلفين بالعقاد والطواف بس إحنا أهل بلد واحد يجمعنا خلونا نتقبل بعضنا البعض ونجتمع باسم المسيح يقول الرب في لوقي داعش 23 من ليس معي فهو عليه ومن لا يجمع معي فهو يفرق إذا إحنا هنسكت ونبقى مثل ما إحنا هذا ضد الرب وضد إرادة الرب إحنا يجب أن نكون مع بعض مع المسيح ونحب أخوتنا بس ما نجامل على حساب الرب من أجل الخوف أو أي أمر آخر وإحنا نجمع وما نفرق المكان اللي بيه تفرقه ما نكون به يكفي نخبط إحنا أبناء مو عبيد المسيح ما طلب دين طلب أن يكون إنه حياة مو دين ولا ندين ولا نندان لأن هذا شغل الديان مو شغل الإنسان المسيح يجمع ما يفرق يكفي نخبط بين الشر والخير المسيح ليس عيسى هناك فرق بين عيسى والمسيح المسيح هو روح الله المتجسد وليس عيسى النبي المسيح لم يتكلم في المهد عيسى تكلم في المهد المسيح مولود في مغارة في مذود لم يكن هناك أي نخلة عيسى ولد تحت جذع نخلة المسيح ولد بمعجزة من عذراء اسمها مريم بيت داود ولادة من أمرأة وليس من فخذها كما ولد عيسى من مريم بيت عمران المسيح اسم أم مريم العذراء بنت داود وليس مريم بيت عمران يسوع هو الله الظاهر في الجسد وليس نبي عادي من أنبياء الله المسيح جاء إلى الأرض وصلب ومات وقام المسيح صعد إلى السماع وأرسل المعزي أي الروح القدس وليس محمد عيسى لم يصعد بل رفعه الله ولم يرسل المسيح المسيح يفعل المعجزات ويغفر الخطايا ويشفي ويحيي الأموات ويقوم بأمور لا يقوم بها بشر مكتوب في إنجيل مرقص 2 عدد 5 فلما رأى يسوع إيمانهم قال المفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك يشفي ويغفر عيسى يفعل بأمر الله بإذن الله أخواني في المسيح يكفي نسكت أخوتي المسلمين اعذروني لا وجود العيسى في الإنجيل ولا وجود المريم بيت عمران لكن هناك المسيح يسوع من الناصرة هناك من يغفر الخطايا وهو كلي الوجود والكل يصلي باسم يسوع والرب يسمع يسمع الصلاة في كل مكان صاحب القبر الفارغ إله أحياء وليس إله أموات أخوتي وأخواتي لا تعطي مكان المسيح لشخص آخر ولا تأخذ أنت مكان المسيح في حياة الآخرين ولا تسمع حتى بالكلام أن يأخذ أحد مكان المسيح في حياتك أنت لأنه مكتوب عن الله أنه هو إله غيور في سفر الخروج إصحاح 20 عدد خمسة لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد دنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مغوظية و سفر الخروج 34 لا تزد لآله أخرى لأن الرب اسمه إله غيور إله غيور في سفر التثنية 4 24 لأن الرب إلهك هو نار آكلة إله غيور في إنجيل يوحن 3 19 وهذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة كل من يعمل الشر يبغض النور ولا يأتي إلى النور لأن أعمال شريرة تكشف الغطاء العالم لم يعرف المسيح بسبب الشر الذي يسكن في قلوب الناس الشر والطمع في حياة الإنسان لا يعرف من هو يسوع المسيح أدعوك عزيزي إلى معرفة المسيح معرفة شخصية إذا تحب تقرأ الكتاب المقدس وأنت تحكم أو تصلي هو يسمع وأني أقول لك بكلمة الله إذا أنت جاي بإيمان يسمعك وأنت تسمع صوته تسمع صوت المسيح لأنه هو الإله إله حي إله أحياء إله الذي يسمع مكتوب في مزمور 115 عدد 1 إلى 3 ليس لنا يا رب ليس لنا لكن لإسمك أعطي مجدا من أجل رحمتك من أجل أمانتك لماذا يقول الأمم أن أين هو إلههم أن إلهنا في السماء كل ما شاء صنع الله يسمع وكل العالم سيشوف الإله الحقيقي ومكتوب في رسالة بولوس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 14 عدد دعش لأنه مكتوب أنا حي يقول الرب إنه لي ستتث كل رقبة وكل السان سيحمد الله ورسالة بولوس الرسول إلى أهل في لبي اثنين عشرة لكي تتث بإسم يسوع كل رقبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض أحبائي في المسيح خلونا نصلي إلى الرب أن يزيح هذه الظلمة من أرض العراق وشعب العراق الرب صالح حنان ورحيم الله سمح بكل اللي صار نتيجة سكوت الناس إحنا أبناء إحنا مرسلين إحنا ممسوحين من المسيح الرب أول شي مسيحي وبغداد وبعدين الموصل وبعدين السنة وبعدين الشيعة والصابقة وبعدين اليزيدية والكرد وهي نتيجة السكوت عن الحق جاء الوقت اللي ما نسكت ونعلن إنه أكو ظلمة ونحتاج إلى النور مسيحي العراق كانوا النور والملح وإنتوا طردتوا يجوز ما حد قال لنا طلعوا بس تهددنا ونظلمنا وما حد جاو قفويانا واللي ما شارك بطردنا ما احتراماتي هو شارك بالسكوت لا يمكن أن نشرك بين النور والظلمة كما هو مكتوب في أشعياء خمسة عشرين وإلو اللي من يدعو الشر خير والخير شر وتجاعلين الظلمة نور والنور ظلمة والمرار حلو والحلاوة مرار القصد إنه ما نسكت السكوت هو المشاركة في الظلمة يكفي عاد سكوت كافي عاد ماكو غيرة ولا شرف يكفي عاد ما نعرف الدور جاي على منه يكفي نخبط وما نميز بين النور والظلمة لازم ييجي يوم اللي تشرق بيه شمس المسيح وينكشف الظلام حلقتنا جاية حتكون الحلقة الحادي عشر الدين في بلادي رب بارككم سلام وبركة الرب يسوع في حياتكم بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة